اشتركوا في القناة وقبل هيك استحدث التخصص اللي هو software engineering وهاي التخصصات اللي إلها أسامر النانة والجامعات بتعمل دعايات كثير كبيرة أنه هذا هو المستقبل وانت يعني مجرد ما تدرس هذا التخصص راح تتخرج وراح تشتغل على طول أول ما تتخرج هنا من واقع سوق العمل أنت كطالب قبل ما تسجل بأحد هذه التخصصات اعمل سيرتش على الجوب بوست اللي موجودة على هذا التخصص مثلا أنت بدك تتخصص بـ AI تمام طيب روح دور شوف عدد الوظائف المطروحة في الوطن العربي بهذا الخصوص راح تلاقيها شبه شبه معدومة تمام بتلاقي أكم من بوست هون وهون لكن بشكل عام هي معدومة يعني التخصصات هاي زي لها مستقبل لكن ليس بالمستقبل القريب يعني اليوم الناس اللي بتدرس في الجامعات أول ما تتخرج راح تتفاجأ من موضوع اللي هو أنه مش هتلاقي شغل بالأغلب بالعموم أنا بحكي على غالبية الناس مش هتلاقي شغل بهذه التخصصات وخصوصا خصوصا في الوطن العربي بدنا سنوات طويلة لنوصل لهذا لهذه التخصصات ويكون في وظائف فيها على أرض الواقع الناس اللي بتدرس اليوم برضو نفس الشيء اليوم هاي التخصصات يعني نادرة الوظائف يعني أنت اليوم راح تعاني في إيجاد وظائف فالفكرة اللي إذا وصلكم إياها أنك أنت قبل ما تدرس أي تخصص في الجامعة هو مين اللي نصحك في هذا التخصص يعني مرة في واحد بيحكي أنه والله الـ AI ومستقبل وكذا وكذا فبسأله صديق لإلي أنه طب مين ننصحك في هذا التخصص طلع واحد شوفير تاكسي اللي ناصحه أنه الـ AI لأنه اسمه رنان والله ابني بدرس دكاء استناعي إحنا العرب بنحب نتفشخر ونحكي في هذه المواضيع أنه والله ابني بدرس دكاء استناعي ابني بدرس كذا زي بالضب اليوم بتنزل تخصص هندسة جينات في الوطن العربي بدو يلاقي شغل لو جبت الأول على دفعتك في الجامعة وتخرجت رح تلاقي شغل بالك أنا مش عم بحكي هذا الحكي يا جماعة عشان أحبتكم أنا دائما باجي بحكي الأشياء على أرض الواقع وبقول لك شو سوق العمل بده تمام فإنت اليوم إذا بتدرس بأحد هذه التخصصات مش لازم تحبو تكمل بالتخصص وخذ الشهادة لكن خلال دراستك الأربع سنوات في الجامعة اتعلم ويب أو موبايل ديبلومنت لأنه هذول هم اللي مطلوبين في سوق العمل اتوظفي أخي بعد ما تتخرج خذ راتب وبعدين تخصص في اللي بدك إياه ذاك تتخصص في داتا سيينس ذاك تتخصص في اي آي ذاك تتخصص بالسوفتور انجينيرين ذاك تتخصص بإيش ما بدك تخصص تمام بس عشان ما تتفاجأ أنه ما في طلبات على التخصصات اللي أنت بتدرسها فمرحلة الجامعة هي أربع سنوات اتعلم ذاتيا كل الأشياء اللي حكيت لك إياها عشان تأمن شغل لإلك وما تتفاجأ في الواقع أنه ما في أنه كل هذه التخصصات مجرد هي أوهام بتبيحها الجامعات الجامعات للأسف ما بيشوفوا السوق العمل وشو بده تمام يعني بالأردن ولا بمصر الاي آي بده ولا بالعراق ولا بسوريا ولا بالوطن العربي بده يدخل الموضوع الاي آي مش حيدخل قبل عشر سنوات ولا يمكن بده وقت طويل جدا لا يدخل هلأ في شركات بلشت بهذا الموضوع لكن بدها سنوات عديدة تمام فأنت ركز على الأشي اللي مطلوب في الماركت وموضوع التخصص في الكمبيوتر بشكل عام وأفضل تخصص أنك تدرسه في الكمبيوتر اللي هو علوم الحاسوب computer science هو مضلت كل هذه التخصصات مضلت كل هذه التخصصات تمام فأدرس كوبيوتر science بعدين تخصص في اللي بدك إياه يعني انت شوف الماركت شو بده سوق العمل اعمل سيرتش انت على الوظائف اعمل سيرتش بنفسك مش ولا تسمع فلان حكالك AI هو المستقبل له ورواتبه عالي طب هو مين اللي حكالك هو شو بيشتغل بالAI وشو كم بياخد راتب اليوم فما تكون يعني بس مستمع وولا صاحبك حكالك وأقنعك طب هو صاحبك مين وشو خبرة صاحبك اللي يحكي لك بهذا الموضوع دائما بدك تسمع النصيحة اسمع النصيحة من الناس اشتغلت في هذا المجال هاي التخصصات إلها مستقبل يا عمي بس مستقبلها ليس قريبا فانت بدك تكون تمسك العصائي من النص وتدرس شي مطلوب بسوق العمل عشان تأمن وظيفة وبعد ما تأمن وظيفة انطلق وتخصص باللي بدك يا وقتها لو لا سمح الله ما لقيت الشي بتخصص الAI بنت انت بتكون بتشتغل وتطلع راتب مش ماشي ورا وهم وماشي ورا وراء أوهام الجامعات الجامعات شو بيهمها بيقول لك انا عندي data science انا عندي software engineering اول ما طلعوه وعشان الناس بتحب العرض في الوطن العربي انه انا ابني مهندس برمجيات وبحبوا كلمة هندسة اخترعوا اخترعوا موضوع الهندسة البرمجيات وهو في الاخير للأسف طلاب كثير انخدعت وفكرت انه بس يتخرج رح يشتغل محلل نظم او software architect وهذه الوظائف لا تعطى الا بعد سنوات من الخبرة ست سبع سنين خبرة عشان تكون مساعد architect يعني مش لا fresh مش لا خريج حديث التخرج نفس الشي مواضيع data science وهي الامور كلياتها لسه ما عليها هالطلب اللي موجود في الماركت انا بحكي لك عشان تكون في بالك انه بدها وقتها تمام فانت ادرس شيء له عليه طلب في السوق امن شغل وبعدين تخصص بما شئت حبيت اوصلكم هذه الرسالة وانا لا انصح اذا بسألني دائما ايش ادرس بمرحلة البكالوريس بقول له computer science لانه التخصص كتخصص شركات ما بتفرق معها المهم تكون دارس شيء له علاقة بعلوم الحاسوب وهذه الامور وحتى حتى للأسف الشهادات بلشت تفقد مصداقيتها والشركات صفت تركز على الخبرة اكثر من الشهادة فالتخصص اللي لازم تدرسه انت كطالب جديد وخلصت نوية عامة هو علوم الحاسوب بدك تركز مهما كان تخصصك للناس اللي بتدرس هلأ عشان ما تحبط مهما كان تخصصك خليك فيه لكن ركز على موضوع البرمجة لانها هي مدخلك لسوق العمل ويعطيكم الف الف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته